المختطفون في اليمن معاناة مستمرة ومأساة أصبحت تخصص لها أيام الرمزية الثامن عشر من إبريل أطلقت رابطة أمهات المختطفين يوماً للمختطف اليمني للتذكير بمأساتهم والوقوف على أناتهم وعذابات أهالهم التي لا تهدأ ولتجديد المطالبة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز رابطة أمهات المختطفين أصدرت بمناسبة هذا اليوم بياناً جددت فيه مطالبتها بالإفراج عن جميع المختطفين ودعت اليمنيين إلى تشكيل تحالف اجتماعي وحقوقي وقانوني تجتمع فيه الجهود لتمكين المختطفين من حقهم في الحرية وتتعاضد لمنع الاختطاف وتبيض المحتقلات مع إعلان اتفاق السويد استبشرت العديد من أمهات المختطفين أملاً في الإفراج عن أبنائهم من خلال صفقة التبادل المعلن عنها لكن تراجع الميليشيا عن إتمام الصفقة أعاد الأمور إلى المربع الأول وتلاشت آمال الأمهات المكلومات تمتلئ سجون الحوط بمئات المختطفين والمحتقلين السياسيين ويتعرضون فيها للتعذيب الوحشي ومحاكمات تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة بل وتزداد أعدادهم يوم عن آخر بحسب تصريحات منظمات محلية الأمر ذاته يحدث في عدن لدى السجون التي أسستها الإمارات قبل أن تضفي عليها شرعية وزارة الداخلية مؤخراً لا سيما بعد تصريحات وزير الداخلية ونائبه أن تلك السجون تتبع الدولة اليوم وأمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير أبنائهم والإفراج عنهم غير أن اختفاء مصير عشرات المواطنين في عدن يظل وصمة عار في جبين الحكومة الموجودة حالياً في العاصمة المؤقتة والتي تقول إنها فعلت عمل الأجهزة القضائية فيها إذن سجون في صنعاء وعدن يختلف فيها وجه السجان وتتساوى فيها معاناة الضحايا الأبرياء وسط إهمال أممي ودولي لملف المختطفين في اليمن أحد أكثر الملفات مأساوية في البلاد ترجمة نانسي قنقر